حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بوريدي بن أبي مريم السلولي عن أبي الحواء عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوة الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يظل من وليت تبارك ربنا وتعاليت حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنه فقال لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلمين ولا يدركه الآخرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه بالراية جبريل عن يمينه ومكائل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح له حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن حبشي قال خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي فقالا لقد فارقكم رجل بالأمس ما سباقه الأولون بعلمين ولا أدركه الآخرون إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له وما تركه من صفراء ولا بيضاء إلا سبع مئة درهمين من عطائه كان يرصدها لخاديمين لأهله حدثنا عبد الرزاق أنباءنا سفيانو عن أبي إسحاق عن بوريدي بن أبي مريم عن أبي الحواء عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في الوتر فذكر مثل حديث يونس حثنا عفان أنباءنا حماد عن الحجاج بن أرطاطا عن محمد بن علي عن الحسن بن علي أنه مر بهم جنازة فقام القوم ولم يقم فقال الحسن ما صنعتم إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي حثنا يحيى بن سعيد عن شعب تحدثني بوريد بن أبي مريم عن أبي الحواء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في في فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلعابها فألقاها في التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة قال إن لا نأكل الصدقة لو كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأنينة وإن الكذب ريبة قال وكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم أهدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنه لا يظل من وليت وربما قال تبارك ربنا وتعاليت حانا محمد بن بكر حدثنا ثابت بن عمار تحدثنا ربيعة بن شيبانة أنه قال للحسني بن علي رضي الله عنه ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدخلني غرفة الصدقة فأخذت منها تمرة فألقيتها في في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أهل بيته صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو أحمد هو الزبيري حدثنا العلاء بن صالح حدثنا بريد بن أبي مريم عن أبي الحولاء قال كنا عند حسني بن علي فسئل ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أمشي معه فمر على جريء من تمر الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه في في فأخرجها بلعاب فقال بعض القوم وما عليك لو تركتها قالا إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال وعقلت منه الصلوات الخمسة حثنا عفان حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم وهو التستري أنبأنا محمد قال نبئت أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهما فقام الحسن وقعد ابن عباس رضي الله عنهما فقال الحسن لابن عباس ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقال ابن عباس بل وقد جلس فلم ينكر الحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت بريد بن أبي مريم يحدث عن أبي الحواء قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أني أخذت التمرة من تمر الصدقة فجعتها في في قال فنازعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر فقيل يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأنينة وإن الكذب ريبة قال وكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يظل من وليت قال شعبة وأظنه قد قال هذه أيضا تبارك ربنا وتعاليت قال شعبة وقد حدثني من سمع هذا منه ثم إني سمعته حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبيه فلم يشك في تبارك وتعاليت فقلت لشعبة إنك تشك فيه فقال ليس فيه شك حثن عبد الرزاق حدثن معمر عن أيوبا عن أبن سيرين أن أبن عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازة فقام أحدهما وجلس الآخر فقال الذي قام أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قال بلى وقعد حثن عبد الوهاب الثقافي عن أيوبا عن محمد أن الحسن بن علي وابن عباس رأي جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر فقال الذي قام ألم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الذي قعد بلى وقعد características ترجمة نانسي قنقر انها قد عام